الأدوية تبعت الأنتي بروتوزوة زي الكينين والكلوريكين هدول من لحاء الكينة بستعمليهم في الملاريا نفس الإشي في الأرتميسينين للملاريا حسب وين أنتوا رايحين في العالم أو وين أنتوا ساكنين في العالم يبتخدوا هاد الدواء يا هاد الدواء لأنه في كتير من الملاريا موجودة عامل الريزستنس فحسب وين المنطقة اللي موجودة في هالملاريا وأي دواء بيكون ريكميندد ما عليهوش ريزستنس الميترونيدازول هادة أنتي بكتيريا الإيجنت بيستعملوه للإنايروبك بكتيريا اللاهوائية فمرات كمان بيعطوه لحالات بروتوزوة زي كمان تريكو مانس فيجينالس هاد رح نحكي عنه بعدين سيكشوال ترانسميت الدزيز جيارديا انتستنالس هاي بتعمل نفخة ومشاكل في الأمعاء ممكن ديار وممكن كونستبيشن بسرطة ديارية انت ميبا هستوليتيكا اللي هي الأميبة اللي بتعرفوها بتعمل أميبك دايزنتري لما بحكي ديزنتريا أو دايزنتري يعني عندنا مخص كتير كرامبس في دم في البراز في مخاكل في البراز وإيش كمان هادولي لا الميترونيدازول الميلتيفوسين هذا بيأثر على السيتوكروم اوكسيديز في الميتوكونرية بخرب الانزيم فيها وبيعمل انترفيناس بالشغل تبعها ويوس لتريتمينت أوف أميبك انسيفيلايتس في أنواع من الأميبة والأميبة هاي رح يوصلوا للماء ويعملوا لها انسيفيلايتس وفي الليشمانية زي حبة ريحة وشاكل ديزيز كمان بستعملوا لهم هادول الأدوية بالنسبة للديدان اللي هم بارت من علم البرازيطولوجي هادولي مختلفين الأدوية رح نستعملهم وحسب من نوع الدودة النكلوزاميد بمنع الATP production بيستعملوه في التايبورم في التايبورم كمان بيستعملو البرازوي كونتيل بيخرب الميمبرين برميابي اللي تبعطي الدودة وبالتالي بتأثر عليهم والفلوكس في نوعين الدودة اللي فلوك يكون شكلها إشي زي هيك زي المزهرية إشي زي هيك هادول الفلوك التايب يعني أنا بحكي عن دودة شريطية بيكون فيها قطع زي هيك كل قطع بتكون فيها جهاز تناسولية في الدودة المبيندازول والألمدازول هادول بيعملوا انترفيرانس بالنيوتريينت أبصورفشان في هادول الديدان وبيستعملوهم لما يكون في الانتستان عشان رح يوقفوا الغذاء تبعهم إفرمكتين بيعمل بيعمل شلال بأي ديدان بالراوند وورم بالميتس الميتس أو الميتس اللي هم إيش بيقولها العثة مش العثة العثة يا العثة زي الدودة اللي بتيجي على الفرشة ورشة زي هيك هادول مايكروسكوبك بيكونوا الميتس موضوع كتير مهم بالنسبة للانتمايكروبيل رزيستانس للانتمايكروبس اللي هو الانتمايكروبيل رزيستانس تذكروا زمان كنا نحكي عن عصر النعمة عصر النعمة اللي اكتشفنا في هادول الانتمايكروبيل ايجانس وذلك بدأنا بالانتباكتيريال كان في أمراض بسيطة كانت تقتل ناس حلينا مشكلتها بوجود هادول الانتمايكروبيل للأسف المايكروبز طوروا وبطل يكونوا حساسين للأدوية اللي بنعطيها وهذا من أهم المشاكل تبعتنا هلأ إنه رجعنا لوضع ما عندنا أدوية نستعملها ونعمل تريتمينت للمايكروبز الموجودين لأنه بطريقة أو بأخرى حصلوا على هاي المناعة وقدروا إنهم يكونوا مش حساسين للأدوية وبالتالي نعطي الدواء ما بيستجيب البيشنت وما رح يكون منه فائدة لما شكينا عن الـ growth curve متسكرينه وكان إنه في عندي الـ lag والـ stationery وفي هاي الـ stationery بيبدو يموتوا فبيصير في عندنا نظام survival ولما بيصير الـ decline كمان اللي رح يضلوا هدول هم الخلايا اللي عندهم في الجينات تبعتهم أو يكتسبوا قدرة إنهم يقدروا يعيشوا وقت اللي فيه anti-biotic إذا إحنا باعتبار إنه هذا الكير ما في البوسط فيه anti-biotic الـ persister cells هم اللي عندهم virulence factor بما فيها الـ virulence اللي هو الـ resistance to anti-biotic وكتير من هدولي البكتيريا بتكونش resistant لنوع أو نوعين مرات لأنواع كتيرة من الأدوية منسميهم super bugs الحشرة الخارقة أو super هدول بيكونوا resistant to large number of antibiotics طبعاً في عندنا بكتيريا أو يعني microbes منقول عنهم multi drug resistant MDR وفي عندنا extended drug resistant يعني بيكون لسه هدولي أكتر so في MDRs يعني في نوعين في واحد أكتر من التاني بيكون عدد الأدوية اللي بيعملوا لها resistance الـ antibiotic resistance موضوع موجود من زمان بس انتشر أكتر لما نحنا زدنا استعمال الـ antibiotics بدي تفهموا إنه أنواع الـ resistance هاي يا إما natural هاي لأنه أصلاً يا إما target مش موجود يعني هذا المايكروب ما عنده الإشي اللي رح تشتغل عليه هذا الدواء أو لأنه هذا المايكروب هو اللي بيصنع هذا الدواء فبالتالي عنده نظام حماية ضده so هذا natural بعدين في عندنا acquired الـ acquired يعني كان حساس من قبل لهذا الـ antibiotic أو لهذا الـ antimicrobial drug بعدين بطل حساس لإله ليش لأنه اكتسب مقاومة هاي المقاومة يا إما بتيجي عن طريق المutations بالتالي صار في modification للtarget أو بتيجي عن طريق الhorizontal gene transfer أخذت جينات من بكتيريا تاني أو من ميكروب تاني خلاها تصير resistant للـ antibiotics ما فهمين هدول؟ الـ antibiotic resistance genes في حالة الـ acquired يا بدهم يجوا من المutations يا إما متذكرين هذا الحكي horizontal gene transfer من بكتيريا للتاني بالذات في البكتيريا لأنه عملنا منحكي عن plasmid أو transposon راحوا عن طريق الconjugation أو transduction أو transformation زي ما حكينا بشابتر 8 واضح؟ أه؟ طيب كيف هدولي الميكروب راح يعملوا resistance؟ هلا في الفيروسات وفي التانيين معظمهم مutations أو genetic variation في البكتيريا تذكروا عنا أكتر من target الـ target الأولاني لما بلزق الدواء على الـ plasma membrane وعى السلبول عشان يدخل فبيصير تغييرات أو بيصير في عندها ميكانيزم تمنع الـ entrance تعمل الـ blocking للـ entry تعمل الـ antibiotic طريقة الثانية إنها تعمل inactivation by enzyme أخذنا الـ beta-lectam ring في عندنا الـ beta-lectam mazes هدول الـ enzyme راح يحطموا active ingredient في هذا الدواء أو active cycle بهذا الدواء وبالتالي يبطل يشتغل فهذا الـ inactivation للدواء by enzymes الثالثة alteration of target molecule إذا بيجي هذا الدواء على موقع معين في الـ enzyme ويلتسق فيه رح يوقف شغله فبيصير صار mutation على هذا الموقع بيبطل هذا الدواء يقدر يرتبط فيه ويعمل الـ action والأخير اللي هي الـ efflux يعني هاي البكتيريا اكتسبت جينات عملت قنوات على سطح البكتيريا أو على الممبرين كل ما يدخل الدواء ترتبك بالـ protein بتطلحها بتضخها مضخات هدول مضخات الـ antibiotic بتضخها لبرى البكتيريا وبالتالي البكتيريا مش رح تتأثر فيها فهدول الميكانيزم كتير كتير مهمين في الـ drug resistance في حالة الـ antibiotics فإذا إحنا منفهم كيف صاروا هدول الميكانيزم ممكن كمان نقدر نلاقي حلول للـ resistance في الميكروب okay سوى الميكانيزم of antibiotic resistance حكينا enzymatic destruction of all inactivation للـ drug prevention of penetration للـ target site بمنحة تدخل alteration للـ drug target بتير بتصير limitation والرابد اللي هي ejection تطليع الدواء بالـ efflux pumps بريت السلس هلا التنوع في هاي الميكانيزم ممكن يكون عندها طريقة أو أكتر من طريقة جمعوا عندها لمقاومة الميكروبات ولا أكتر من دواء so micro could become resistant للـ trimethobrine هاي في طريقة كمان سنو هاي نسيت أولها بدي أرجع شوي للأدوية تبعت البكتيريا في لحظة معينة حكينا هاي الباثوي اللي هي الميتابوليك باثوي مش قلنا إنه P-A-B-A بيشبه السلفوناميت بالتالي الإنزيم الرح ييجي برتبط فيه بقدرش يكمل التفاعل والتالي الترايموثيبرين حكينا إنه رح يرتبط على الإنزيم نفسه وبالتالي مش رح يخليه يكمل في الباثوي شو بتروح بتعمل هاي البكتيريا افرضوا إنه إحنا حطينا لها هذا الدواء الميكانيزم في الريزيستنس هنا بتكون إنها تصنع كميات كبيرة من P-A-B-A من الإنزيم هذا عشان يعوض ويتنافس مع الأدوية على عملية الارتباط مع الإنزيم ويقدر يكمل في الباثوي فبتعمل بيتعوض هذا اللي كان مكتوب هنا إنه مثلا للريزيستنس للتريموثيبرين synthesizing very large amounts of enzyme against which the drug is targeted سو بيكتروا من الإنزيم أو من الصبير واحد من الثنين عشان يقدروا يتغلبوا على التنافس اللي بيجي من الدواء مفهوق وطبعاً ممكن يكون عند هدول المايكروبات أكتر من ميكانيزم للريزيستنس ولأكتر من دواء في نفس الوقت وهاي مشكلة كتيرة يعني إذا عنا دواء عنا بكتيريا وأعطيناها دواء كانت هاي البكتيريا عملت لنا مشكلة بأقصى العدد تبعها أخذنا الدواء شوي شوي رح يقلت تبعها العددها ورح تموت ورح أتخلص منها وين المشكلة؟ المشكلة لما هاي البكتيريا كمان اتطورت طلع لي أو اكتسبت بعض منها جينات للريزيستنس فجأة لما تكتسبهم رح يطلع عدد البكتيريا وترجع تعمل لي المشكلة وعدد الحساس بيكون كتير كتير قليل فهاي هي المشكلة تبعت الريزيستنس ليش وصلنا لهاي المرحلة؟ ليش كنا في عصر كله بيرفكت ماشي حاله وبطلنا نقدر نعالج أشياء كتير بسيطة كان كنا بنقدر نعالجها بأدوية بين إيدينا عدة أسباب عدة أشياء هلأ قلنا في منهم ناترال في منهم أكوير هدول الأكوير يجو لإنه نحنا أسأنا استخدام الأنتيبايتك أنتيبايتك ميسيوز شو يعني الأنتيبايتك ميسيوز؟ إيشي اللي إحنا عملناه وكيف استعملنا هدول الأدوية بدي أذكركم أنه الأدوية عادة الأنتيبايتك هي إما مستعملها بالكوميونيتي يعني إن إحنا من امراض نروح الصيدلية يعني الدكتور بيعطينا بيستعملوها كتير كمان في الهوسبتالز وعند دار المسنين والناس اللي حساسين للمرض سو بدور الرعاية بالهوسبتالز بالمحلات الصحية وبستعملوها في الأجريكولتشر في الزراعة أوكي؟ وين أكتر محل بنستعمل في الأنتيبايتك برأيكم؟ أكتر محل مش في الكوميونيتي ولا في الهوسبتال في الأجريكولتشر من نعطي الحيوانات أنتبايتك سكتير عشان يقاوموا البكتيريا عشان ما يموتوا عشان التاجر أو مربي الحيوانات المزارع ما يخسر وتظلها فريش وتظلها منيحة ونقدر ناكلها بعدين وللأسف بيظل باللحمة تبعتها ممنوع في لما منعطي الأنتيبايتك في مفترة السماح الفترة اللي لازم ما نتبح فيها الحيوانات أو ما نبيحهم أو ما نحطهم أو ما نستخدم الحليب تبعهم ومتجات تبعتهم لحد ما يروح أثر الأنتيبايتك بعدين نقدر نبيحهم ونستعملهم ممكن ومع هيك إلا ما يضل أثار من الأنتيبايتك من الإفرازات تبعتهم أو في اللحمة تبعتهم وهي تكون في الإنفارمينت وتروح كمان للإنسان وتحفز ظهور الريزيستانس في النورمال الفلورا أو في البكتيريا اللي عنده الهوسبيتل كمان محل مهم في أنتيبايتك والأهمية الثانية إنه هدول البيشن في كل واحد جاي بمشكلته كل واحد جاي بالبكتيريا تبعته إلا ما يلتقوا في هذا الانفارمينت اللي في مليان أنتيبايتك ويصير في عنا هورزنتل تشينج ويكون في عنا برجع بشرحهم في الكميونيتي المهم بغض النظر في أي وحدة نحنا عملنا ميس يوز أوكي ليش لأنه مثلا نحنا على مستوى الشخصي في الكميونيتي نحنا ممكن نستعمل أدوية انتهت صلاحيتها أو أنه صارت ويك ما تخزلتش صح فبطلت تشتغل صح فأنا بعطي الدواء بيكونش بالماكسيموم اكتيفتي تبعته بيأثر شوي على المايكروبات بس المايكروبات موجودة في هذا الضغط في هذا الانتيبايتك وعندها القدرة تعمل ميتيشن تكتسب جين ما هو مش قاتلها ويك مش عامل الفنكشن كامل فبتتحول لريزيستان مراتي منستعمل الانتيبايتك المضادات غلط كومون كولد مرشح مفلوز أمراض كتير من الديارية هذا كل ياته أمراض فيروسات ما رح يأثر فيها الانتيبايتك سو هدا هذا الانتيبايت كوندشن استعملنا الدواء في محل غلط مش لازم عالفاضي بس عرض جسمي والمايكروبات اللي بجسمي لهذا الـ pressure of selection الانتيبايتك في الانيمال فيت حكينا عنها failing to complete prescribed regimen إنه أنا باخد حبتين خلص ما أنا طبت مش ضروري أكمله طبما أنا طبت ولسه هدول المايكروبات عددهم موجود ما تفشي العدد الكبير اللي بيعمل للمرض بس لستهم موجودين ببطل أخذ الدواء بقل الـ concentration تبع الدواء بالجسم البكتيريا اللي ضاي اللي عم تعمل multiplication بوجود الدواء فإلا ما يطلع بكتيريا مقاومة هاي بطلت تتأثر هاي بدا ترجع تعمل شدة تعمل replication تعمل المرض مرة تانية using someone's else left over شو يعني left over يعني ستة عندها بالجرار حبتين من هذا الدواء وإمي عندها كمان حبتين بقول خلاص ببدأ بهذا الـ antibioteat وبكمل بالتانية طبما هم يعني مش واصل الـ concentration رح يقتل المايكروب وإنت عم بتحطهم في environment في أكتر من نوع دواء ورح يكونوا ميكانيزم للتنين resistance للتنين سوء استخدامنا هو اللي غلط أوكي طبعا بدل من استعمل broad spectrum لازم نستعمل narrow spectrum يعني في كتير أشياء كيف نحل هاي المشكلة وكيف نتصرف آخر إشيه آخر ثلاث مواضيع بدنا نحكي على antibiotic safety يعني هدول الأدوية وإلا ما يكون في منهم مخاطر وعشان هيك في الأدوية فيه إشي اسمه therapeutic index therapeutic index هو اللي رح يعطيني تأدير قديش الرزق من هذا الدواء مقابل البنفيت تبعته يعني بقول لي إيش الدوز اللي بوصل فيها للتوكسيسيتي وإيش الدوز اللي بدي أستعملها للمعالجة الدوز تبعة التوكسيسيتي على الدوز تبعة المعالجة إذا كانت كبيرة كتير therapeutic index كبير يعني معاي الخطورة يعني مش بسهولة بوصل للتوكسيسيتي إذا therapeutic index صغير معناته إذا بغلق بحبق وحبتين رح يصير منها التوكسيسيتي هاي معناهم الرزق الثاني اللي ممكن تطلع غير التوكسيسيتي والدمج للأورغانز إذا الست اللي اللي عم تاخد الأنتيبايتك حامل رح يكون فيه رزق للفيتس بالذات لما أنا بحكي عن أدوية بتتدخل في replication والtranscription تبعة الDNA والRNA وإذا أنا باخد أدوية تانية ممكن تتعارض تعملي reaction مع الantibiotic اللي بس تعمله فمهم كتير الدكتور يكون عارف يعمل evaluation من الpatient شو الأمراض اللي عنده التانية شو الأدوية التانية اللي بياخدها قديش عمره إيش الفيزيكال الفيزيولوجيكال ستيتوس تبعته حامل مش حامل إلى آخر الأدوية لما ناخدها الدواء رح يعمل المفعول مرات إذا باخد دوين antibiotique مع بعض زي trimethybrine والسلفونamide هدول الأكشن مع التنين مع بعض كان أحسن من الأكشن لكل واحد لحاله هذا منقول عنه synergism effect of two drugs together greater than the sum of the effect من كل واحد لحاله بينما الantagonism لا كل واحد يشتغل لحاله أحسن من التنين يكون مع بعض كأنه واحد بعرض شغلة التانية the effect of two drugs together is less than the effect of either alone الantagonism كل واحد لحاله أحسن synergism التنين مع بعض سن أوكي أنتوا معي ولا نايمين معك معك دكتورة قالين أنت اليوم حسيك أو دكتورة أنت مش إيش إحنا اليوم الأربع صح إحنا قالين أنت الأربعة أو للتلاتة يو والله دكتور مايكونش عندك محاضرة تانية خربشت ما عندكش محاضرة تانية سواء أنت أولا طيب مش مشكلة دخليه إذا بدك أوكي طيب مايخلصت وأنا هون أصلا لسه ضايل ضايل لك أربعين ديئة ضايل نصف ساعة وخمستاش آه أربعين ديئة بالراحة إذا ما بدك تضلك ما في مشكلة قدرت طيب سؤال الأخير نحنا في وقت موجود في كان عندنا كتير أدوية مش عم نقدر نستعملها شو الحل للإنفكشنز اللي هلأ مش عقدرين نحلها كيف بدنا نحنا نحضر للفيوتشر ونجيب أدوية جديدة أو نلاقي حلول جديدة حدا عنده اقتراحات أه تصنيع أدوية جديدة عكس تصنيع أدوية جديدة بالضفت نعمل واحدة من الأشياء نكمل نعمل دراج ديزاين لإجداد مش موجودين طب ما هو دراج ديزاين هلأ بعملوا هيك بس دراج ديزاين معناته بدي أخذ وقت لأكتشاف وأفحصه في المختبر وأجربه على الحيوانات وأحطه في الكلينيكال ترايال بالذات الفيس ثلاثة ويزبط وما يزبطش وياخد الابروفل هاي راح خمسطعش لعشرين سنة بالراحة ممكن أدوية موجودة عندي آمل عليها هدولي اللي هم الدراج ديزاين والدراج ديزاين طيب وفيهم راح نروح نعمل تارجيتين للفيرلانس فاكتر أو لتارجيت في يعني سواء كان لل إنزاينز والبروتينز اللي بيعملوها أو لتارجيت تانية موجودة في هدول المايكروبز حمزة بدك تحكي ندسل كل كم سنة بيصير يعني صنعنا دو بعدين كده بدو كده كل دقيقة كيف قديش منستخدمه قديش سوء استخدامه قديش انتشاره في البوبيليشن يعني ما ممكن يكون من هذا عنده رزيستانس بعرفش بس كل ما نحنا استعملنا هذا الدو أكتر رح يصير رزيستانس أكتر فواحدة من الأشياء ما قلتاش هاي بصف في المحل التاني الشرب التاني هلا مثلا شو عمالهم بقولوا بقولوا في أدوية معينة بنضطل نصرف هذا المرضى ومنستنى لفترة لكم من سنة لما نرجع نستعملها بتصير البكتيريا حساسة لإلها ليش لأنه لما أنت عندك جينات مش أصلية في هاي البكتيريا وكتسبتها هاي بتكلفها طاقة أكتر وبتكون عبئ عليها وعلى السيستم تبعها فعمل مع الوقت إذا ما استعملتها خلص بتضيحها وبتبطل يعني زي بتكوب هذا الجين وبتحطمه بالذات لما هي كتسبت وأما هو إذا هو أصل لا بتضله أوكي أو إذا الموتاشن مش هالقدة مفيدة لإلها أو بتحملها أعباء لها على الحياة تبعتها تطلق بلا منها ففي واحدة من الأفكار اللي بيعملوها إنه بيوقفوا استعمال عشان هيك في كتير برامج اسمها كتير حملات بتوعي الناس كيف نعمل بالأنتي باياتيك ولكن إذا وقفنا نستعملهم لفترات بعد فترة رح يرجعوا هذور البكتيريا سينستيف ونقدر نستعملهم من أول وجديد بس مو بدك الديكاتريل تزمو وهم إشي الناس الناس والمزارعين ما أنت شوكت وين بتروح أكثر تصنيع لأنتي باياتيك بيروح للثروة الحيوانية للزراعة واضح اللي قلته ودكتور مثلا المبيدات الحشرية بنبعد شوي عن الأدوية المبيدات الحشرية نفس المبيدات صلى سنين بالسوق وصيرش للرزيستنس عند الحشرات مثلا مش دائما لا حسب من الحشرات في رزيستنس للمبيدات الحشرية بس أنت عملك بتحكي الحشرات لسه شويها أوكاريوت أعقد فيها الرزيستنس لما أنت بتحكي عن بكتيريا أنت بتحكي عن إشي فيه هوريزنتل جين ترانسفير بسهولة واتحط الفكرة أنت بتحكي عن تركيبة أبسط عندها قدرات أكتر عندها جينتك إلاستيسيتي أكتر إذا بدك هيك بعبرنا أوضح الأنتي بايكروبيال بيبتايدز ضلوا يكتشفوا أدوية من مايكروبات ثانية طبعا الناتشرا أقل للريزيستنس لإلهام العادي أنتي مايكروبيال بيبتايدز يدوروا على بكتيريات تانية مش تكشفينها وتفرز أنتي بايكتكس ناتشرا زي زي بيبتايدز بيبتايدز أو هذا المستعبا هذا المستعبا هذا المستعبا ما رش أزعينكم أفكار تانية للمستعبا لأنتم سأحكيت أن الفيج ثرافي هذا عبارة عن فيروس بهجم البكتيريا يفت بالصبت سأحكيت 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 شايفين هاي كانت بتعاني من أمراض التهابات بولية وخربت لها واحدة من الكبنية وبالآخر الحال دخلوها في تجربة في الكلينيكال ترايال لهذا البكتيريوفيج الممكن يقتل البكتيريا اللي عندها ويخلصها من المشكلتها شايفين بيجي بيعمل أتاشمات بيحقن الدي اناي تبعه بيعمل بيطلع فاجأت جديدة وبيفجر فهدول زي كأنه منستعمل قنابل تفجر البكتيريا في الجسم ترجمة نانسي قنقر منذكرين سوپر بق ها هي المشكلة سوپر بق ام دي ار وفيه كمان المصطلح التاني اللي نسيته انا اشوف اذا صح قلت اي ام دي ار اه لا ايش اسمها اي ام دي ار ام اكسو شعر به از اشم از اشم التاني ضيعتوانا شعر به ايش اسم التاني دي اعتوانا هاي هاي XDR و MDR Extensively Drug Resistant XDR و Multi Drug Resistant يعني بيكون أكتر من واحد وهذا اكتر كتير 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 هاي الفرق بينهم ففيه لهم تعريض MDR ننص 2 Agent 3 بنفس الكاتيجوري XDR بأكتر من كاتيجوري بس عشان تعرفوا إنه فيه فروقات أوكي شلي بعده بنعملو تباب صبايا خلصنا الشابتر خلصنا الشابتر مين اللي بعده 21 21 21 يأ في 21 دي أشوف إذا فيه واحد صغير أنا أقطع ليه آم بعد أكمل واحد فيه بعد واحد واربعين تنهي كارديو فاسكولر أزم أصغر واحد وخمسين نفس الإشي خلص رح أبدأ في الآي الله بعين واحد وعشرين في الآي آم حمزة بلين تختاركم دي سنة عن شابتر اللي قبلو كنت إنه هذا العلاج الجديد العلاج الجديد آه بروك يفجر البكتيريا حسا يعني يب معقولي يعني هو أكثر تحس إنه يكون موضعي برا ما فهمتش إيش موضع أو لي موضعي موضعي هلأ ما هو هلأ معظمهم أنت وين وين بدك البكتيريا مش رح يمشوره في كل جسمك بكل أحوال لو راح لجسمك ما رح يأثر لأنه ما عنده ريسبتر يرتبط عليهم ويأثر موضعي لأنه أنت بدك تهاجم هاي البكتيريا الموجودة هنا لأنه بعرفش إذا بيقدر يروح على المحلات التانية فبدك تلاقي وين الأماكن اللي ممكن ينتشر فيه أو بين الأماكن الموجودة فيها البكتيريا عشان يعمل فيها الريبليكيشن تبعته هلأ قصد يكون على الجلد هلأ قصد منهم حبوب بس بعرفش ليش الحبوب مش كتير لساته منتشر هذا بكتيريو فيج ثيرابي إيش اللي سألتني إياه مود أوف أبليكيشن مش حطين إذا بتاخدوا حبوب بيكون للأمعاء سكين إنفكشن كرونيك إنفكشن مش متأكدة كيف ممكن الفارماسيتيكال دوز ممكن لازم أحط فورميليشن هاي هذا مسلا بالواحد وعشرين طلع امالشن سيمي سوليد باودر سبري لايبوزوم هادولي نيو تكنولوجي اريكترو سبينينج لايبوزوم يعني بيحكي كل واحد إيش سو عم بيحاولوا يعملوا أنا اللي كنت زمان شايفتم هادولي الاسبريز اوكي هاي أنواع الفجاة المستخدمين هادولي سو فيه كتير أشياء ممكن تقرؤوها وتتطلعوا عليها اوكي نبدأ الشابطة للبعدو الشابطة للبعدو هلا بدنا الماد اللي فيها الأمراض يعني بدنا نحفظ كتير 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 منيح ومحلكم بعمل جدول وأنا بدرس أو برتب المعلومات بدنا نعرف disease name وبدنا نعرف pathogen pathogen name أو and من المسبب للمرض خلص انتوا بتفهموا إيش أنا كانت بصف ايش كمان بدنا بدنا symptoms الأساسيات اللي واضحيا how to prevent how to treat ايش كمان أشياء pathogenesis إذا فيه أشياء واضحة فيه toxins فيه أشياء بيعملها فيه أشياء كمان رح نحكي عنها آه transmission مهمة كتير transmission كيف بنتقل إلنا إلى آخره فأنا محلكم بعمل جدول بحطهم لأنه وقت الفاينال بتصيروا مش عارفين تركزوه وهيك أسهل إنكم بتكونوا طبعا دارسينهم بس بتراجعوا من الجدول اللي حاطين إنتوا عليه الملاحظات طيب يب عشان نفهم ال disease تبعت ال skin وال eye لازم نفهم كيف structure وال function لل skin إذا نحكي عارفين هم هدول من التشريح epidermidis معناها outer portion لل skin فيه layer 72 cells الكيراتين هي waterproofing protein على surface على outer layer تبعة epidermidis والdermis هي الطبقة الداخلية للجلد inner thick portion of skin بتكون معمولة من ال connective تشوه كمان مرة هاي ال epidermidis أو ال epidermidis هاي الديرميس وتحتيها فيه subcutaneous layer طبعا فيه عندنا ال oil gland الوداد الدهنية ال hair follicle البصيلة وعلى surface فيه عندنا المسامات تبعة التعرق فيه هاي الطبقة اللي بتحمي الكيراتين والأشياء لزي هيك بعدين في الديرميس في بقية النافس ال blood الى آخره ال skin هذا رح يعملنا الحماية ال barrier الأول ومن خلاله رح يصير perspiration اللي هي التعرق رح يعطينا moisture ورح يعطينا nutrients لل microbes مع إنه هدول زروف يمنح moisture وال nutrients إلا إنه الجلد فيه عليه كتير salt من التعرق وهذا رح يعمل inhibition لكتير من المايكروبات إلا الاستافيلو كوكس بتقدر الفاكولتاتف هالو فيلز اللي بتقدر تعيش بوجود الملح أو بعض الأنواع اللي بتقدر تتحمله الإنزيم لايزوزيم هذا موجود على السكن تبعنا كمان بيعمل break down لسل وال لسرتين بكتيريا سو هدا كمان antimicrobial فيه antimicrobial peptides تانين فيه سيبم تعرفيش هو السيبم السيبم هو المادة الدهنية اللي بتعملها secretion oil glands في قلبها fatty acids والfatty acids هدول toxical pathogens فهاي البيئة تبعا السكن مش perfect لهدول الباثوجين بعض الباثوجين رح يعرف ويعيش شوي على السكن مشان هيك السكن ما عليه كتير باثوجين أو حتى مايكروبات كنورمال فلورا محدودين السكن هو الطبقة البرانية اللي منشوفها بس التجويفات زي فتحة المنخار فجائنا الأين سلوني تراكت كلهم هدول فيهم اللاينيك تبعا البادي كافيتز اللي بتفتح لبرة عليهم ميوكس ميمبراين والميوكس ميمبراين بيكون في بثيلة السلز هدول ملزقين كتير منيح مع بعض وملزقين على اكترا سيليولار ماتريكس فيه خلايا بتعمل secretion للميوكس هذا بيعمل تراپين زي مصيدة للباثوجين للمايكروبات وزي مثلا في التنفس في عنا الأهداب اللي بتعمل الميكانيك الريموفل وتعمل الإسكليتر هذا اللي بتطلع الباثوجين عادة الميوكس ممبرين اللي فيه acidic وهذا برضو كمان مش advantage للباثوجين أو للمايكروب يكونوا الآي بتفرز التيرز والتيرز أصلا فيهم ليزوزين كمان antimicrobial وعادة هدول الميوكس ممبرين بيكونوا متعوجين وفولد عشان يزيدوا المساحة تبعة العمل تبعتهم والprotection الموجودة هي أول إشي عن النورمال الموجودة على السكن وبعدين عن الأمراض طبعا هاي النورمال لازم تكون تقدر تتحمل الجفاف وتقدر تتحمل لأنه قد ما يكون فيه عرق بضل هذا السكن جاف بالنسبة للأماكن الثانية في الجسم الارياز اللي فيها موتشر محلات اللي نعرق كتير أو فيها رطوبة كتير بيكون فيه عدد مايكروبات أكتر أوكي زي تحت الأباط نعرق بعطي هاي المايكروبات الرطوبة وفيه مايكروبات تتغذى على الاسويت فبصير الها ميتابوليزم وهي اللي بتطلع الريحة المزاكية عشان هيك مهم كتير دايما نتصل بالصوابين وننظف الجسم عشان ما نسمح لهم يتراكموا ويعملونا هاي الروائح طبع ايش هم هدول اللي على سكن جرام بوزتيف كوكسي مين هم كتر ايش اللي استاف لوكوكس بالزات اللي استاف إبيديرميدس شوية استاف أوريس حسب من الناس والمايكرو كوكسي هدول الموجودين على الجسم تنين نوع التاني اللي هم الدفتيرويدس اللي جرام بوزتيف بليومورفي كروتس شكلهم مش ثابت زي الكوتيبكتيريوم أو البروبنيوبكتيريوم هاي بتساهم بوجود حب الشباب سو الناس اللي عندهم حب شباب واحدة من الفاكتور ز ما فيش فاكتور واحد واحدة من الفاكتور الموجودة إنه عندهم في البروبنيوبكتيريوم هاي بتعيش بقلبب البصيلة الشعر فالهير فوليكل واينايروبك شو بيصير البصيلة فى قنوات الدهن بتصب الدهن فيها اوكي سو لما بتصبه بتسكر بيصير in aerobic condition بتكتر هاي البكتيريا وبتكون عنا المشاكل تبعت الحم هاي البكتيريا بتخلي environment acidic وبتخلي low pH تبعت ال skin الكولينوبактерium xerosis كمان بتيجي على ال skin بس هاي على surface وهاي aerobic وفي عندنا خمائل زي المالاسيسيا فرفور اللي بتعملنا الاشرة الناس اللي عندهم اشريع بقول لك عندهم fungus بياخدوا كريمات ضد الفنغس بخطوهم سلفر شامبور ريحتهم الزاكي سلفر بيكون فيه عشان تؤتلوا هاي المالاسيس طيب عشان نفهم شو بيعملوا المايكروبات على ال skin ده نفهم مصطلحات نفهم vesicle bulai, macule, papule, postule exanthum و enanthum vesicle معناها حبة معبية مي small fluid filled lesion هاي الفيسيكل هيك تحسوها زي شفاف وفيها مية البولاي vesicle حجمها كبير هيا هاي الفيسيكل صغيرة تقريبا واحد سنتي فيها fluid هاي فيها fluid بس حجمها اكتر من واحد سنتي تمام واضح بكرة بكم تشخصوا انتو macules نعم بحكي macules papules ما عندي fluid بيكون في عندي flat redent lesion بيكون حمرة البابيول بتكون طال على فوق اكتر raised شوين الماكيول ايها بوقع حمرة بابيول طال زالة برة اوكي نيح البوستيول فيها pass الحبل بتكون فيها مدة exanthum معناته عندي راش من هدول على ال skin inanthum موجود على mucous membrane وطالع بسبب disease اكتر exanthum و inanthum هدول افهمهم كمان مرة macule papule postule vesicle نفس الاشي هدول اوكي طيب اول مرة راح نحكي عنه ال staphylococcal skin infections مين راح تعمل المشكلة staphylococcus بدنا نفهم مين هم هدول staphylococcus ما هم كوكس وستاف يعني معوجدين في cluster irregular وميعرف نحنا انهم ground positive وهدول بصنفوهم حسب عندهم coagulase enzyme ولا لا الانزاين بعملي clothing في البلب اذا coagulase positive معناتهم staphylococcus aureus اذا coagulase negative معناتهم كل الانواع التانية اوكي اول واحدة normal flora في ال skin الاستافلوكوكس افدرميدس تعمل 90% من normal skin microflora مشكلتها الوحيدة في المستشفى nosocomial infection health associated pathogen اذا ما عقموا منيح الجلد وهم بحطوا الابرة بغزوها او بحطوا الكاتتر هاي الكانيولا سوري معناتهم بيدخلوا هدول المايكروبات للجسم واذا انتقلوا من الجلد لجوا او في الجروح مشكلة صور مهم كتير يعقموا قبل ما يحطوا اي اشي في الجسم ويغزو او يجرحو سيئتها تعمل biofilm على الكاتتر ورح تعمل لي مشاكل كتير health care associated غير انه ممكن تدخل للجسم رح تعمل لي biofilm ورح تكون مشكلة عشان هيك وضعهم يغيروها للكانيولا هاي والكاتتر كمان اللي هم البربيش البول والاشياء اللي بيكون وتيوبات اللي بدخلينها هاي coagulase negative اوكي سو هاي هي كاتتر السطح تبعها عليها البكتير ورح تكون الفيلم لانه هدول عندهم slime layer اوكي سو هون هذا السلايم اللي تكون على السيرفس هذا البيوفيلم وهاي لحال عملها بتعمل colonization التانية اللي هي coagulase positive السفلو coacus aureus اللي لما أزرعها على منتول سولتجار رح تعمل لي golden yellow colonies هاي موجودة اكتر اشي عند النوز كارد في nasal passage مرات على الاسكن في 20% من الpopulation يعني هلأ لو أفحص الصاف مش الكل عنده هاي البكتيريا الناس اللي عندهم اياها هدول عرضة لانه يصير عندهم امراض او ينقلوا امراض لغيرهم هدول بيعملوا staphylococcus damaging toxins ممكن توصل للسبس سيئة حسب وين وين هي عندها قدرة تهرب من immune defense في الskin ليش لأنها عندها انزيمات وبروتينز رح تؤثر للفاقوسايت وهدول هم واحدة من اهم المشاكل الحالية الemerging الميرسا والفيرسا كنا نقدر نعالجها بسهولة صارت resistant للميثي سلين لكل هدول عندهم بيتالاكتام رحنا استخدمنا الفانكومايسين اللي كان last resort كان آخر دوا بقدر استعمله نفس القصة صارت resistant فصار عندنا الميرسا والفيرسا والوضع سيئ شو بيعملوا هدول اللي استفلوا كوكس أوريس ممكن تعمل folliculitis تعمل التهابات صغيرة في الhair follicle الشباب اللي بحلقوا بيكون هيك الدقنهم محبحبة أوكي هدول ممكن استنوا في عندي مشكلة بين ليش هده مش عم بتحرب أوكي هيك ممكن صار أصبط يه سو استفلو كوكس سكين انفكشن أول واحدة الفوليكولايتس الحبات الصغار هدول اللي هيك بيكون التهاب بالبصيلات الشعر الستاي على العين الستاي ما عنديش إلى الشحاد تعرفوا الشحاد عمرو صلكم بعيونكم أنا صغيرة كان كتير يصير لي كانت ستة تقول رحي إيش حدي من جيران خبزة طبعا كورس لا بدك تحط انتبيوتك حسب وين قديش كبير وقديش الالتهاب سو هذا الستاي اللي هي فوليكولايتس أوفان آيلش بيكون التهاب في البصيلات الرموش ايش أنا ضيعت عن ايش بتحكي كتير اوكي ام دجع هذا يعمل لي هي ليش اللي بعديه الفرينكل أو البول اللي هو الآبسس الآبسس الدمل أو اللي فيه قيح بيكون بيكون ليش هيك هلأ هذا بدي يعمل لي أنا جس تانيو نشوف شو المشكلة عشان تقدروا تشوفوا الصور النح اوكي اوكي وين السيئ لما تتحول لفرينكل وكاربونكل الفرينكل بتكون اكبر شوي من البول والكاربونكل بيكون اكتر من واحد تجمع وصار spreading هدول major pyogenic كلمة pyogenic مهم تفهموها لما بقول pyogenic يعني طلعت لمدة كتير اوكي سوصار في عنا pus involved الكاربونكل damage or inflammation of deep tissue from spreading phorenkel phorenkel ابسط بيكون اكتر سطحي هاد بيكون دخل جوا وعمل spreading حواليها ودخل deep في التشو اوكي الانبيتيجو تشوفوه في الولاد الصغار حوالين تمهم مرات على المؤصيرة تبعتهم محل الدايبر في عدة اسباب وعدة بكتيريا واحدة منهم الاستفلو cocas aureus هاي crusting بيكون ناشفهم ارئيشين هدول الحبات non-bullous بتعمل شي نفخان بتكون على surface spread by auto inalculation واحدة من الاسباب الاستفلو cocas والسبب التاني streptococcus رح نشوف ها لقدام هاد impetigo سو لازم يحطولو antimicrobial antibiotic cream شو كمان بتعمل الاستفلو cocas infection استفلو cocas aureus تعمل scaled skin syndrome ها شو هاد scaled skin syndrome هاي بصير مقشر الجلد ومبين الطبقة اللي تحت سيئ كتير ليش بيصير هاي لانه هاي البكتيريا حاملة نفهم مين هو toxin حاملة لتوكس اسمه toxin b بعمل exfoliation exfoliation يعني بيأشر الجلد او منقول عنه skin syndrome او bulus impetigo واحد من التنين سو هاي stephalococcus aureus بص هاي حاملة لجينات pifrist toxin b toxic shock syndrome tss احفظو هاد مهم كتير هاد الس syndrome البكتيريا بتكون حاملة لتوكس اسمه toxin shock syndrome toxin 1 tss t1 اذا حاملة لقيله مصيبة لانه هاد رح يروح للجسم ورح يأثر عال system هاد super antigen رح يعمل fever vomiting shock organ failure ورح يعمل coma وdeath رح ينتشر في bloodstream toxic shock syndrome tss هاد مهم بدي احكي عنه اشي مهم اه اكتروا هاد ال b السكتي tss اشوي tss هذا ال b toxin b استنى شوي ايش اللي قلت انا ال b بال scale بيكون مقشر toxic shock رح يوصل في الدم ورح يعمل systemic infection اوكي هاد بيجي بيكون في ال skin اه كتير من اللي بتعرضوله اذا هاي بكتير وصلت لل blood وامتن توصل لل blood في بعض الستات بستعملو في الدورة الشهرية اشي اسمو tampon بارش اذا بتعرفو tampon ام التampon زي هيك بتكون اوبنا super absorbent بيعملوله insertion في ال vagina بيوقف البليدين فبتقدر تسبح وتدعب الرياضة بدون اي مشكلة هلا هذا التampon مش مفروض يضل محطوط اكتر من ساعات معينة واذا نسيته هذا رح يعمل حشر للدم في اليوترس اذا 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 ضل الدم محشور معناته في عندي بيئة مناسبة للغروف تبع الميكروب اذا هاي الست عندها staphylococcus حامل لهذا التوكسن معناته كترة هاي البكتيريا وبدأ تفرز الفيرولانس فاكتور تبعها وبدأ المرض صار في خطورة من الاشياء انه بيصير في تأشر في الجلد وبيصير في اعراض تانية الورغان فيلر مهم كتير استنى وبالتالي رح يصير في تأثير على حياتهم خطر ممكن يقتل شايفين هاي عارضة الازياء هاي شايفين هاي هاي نسيت مع شغل تبعها التانفون لأكتر من 8 ساعات صار عندها توكسيك شوك سيندروم فقطعوا لها اجرها الاولى وبعدين ما قدروا برضو كمان ينقذوا اجرها التانية اجرين هاتين تتقطعوا من وراء هذا التوكسيك شوك سيندروم واسمها لورين واسر was on her deathbed in fall في 2012 لأنه صار عندها توكسيك شوك سيندروم وصار عندها amputation اطعوا لها الright leg وبعدين رجعوا اطعوا لها اللي بعديها ورفعت دعوة على شركة التامفونز بس هم كلهم اذا تنتبهوا بسوبرماركت مكتوب عليهم ممنوع يضل لفترة طويلة لازم تتغيري كل هالقدي عشان ما يكونش البيئة مناسبة انه اذا هي حاملة على جسمها هذا الستاف اوريوس وتكون حاملة لهذا التوكسين الTSST1 يعملها هذا الحقي اوكي واضح اللي قلته سنتو حظك ايش التوكسين اللي موجود على هاي الستاف اللي انت حاملها خلصت الستاف ابدأ باللي بعده قديش ساعة وربع لا ضايا العشر دقايه منيح اوكي الستريبتوكوكال سكين انفكشن احنا محاضرة من التمانية الى التسعة ولا احنا اليوم الاربع والله انتم حيرتوني من التمانية لالتمانية الى التسعة وربع احنا اليوم ما لكم انا انا سكتنا بخرفت احضرت محاضرة بماريخ واليوم كمان يا مش مشكلة علي انتقدر تريطلع اوكي هدولي قولنا الستاف والستريب تنين كوكساي شو اللي بفرق هاي تيجي زي عقد اللولو صف ورا بعض وهديك بتيجي زي العنقود العنم الستريب موجودين بالتشين والفرق بينها والستاف انه هاي كاتاليز نيجاتيب هاي كاتاليز بوزيتف هاي كاتاليز نيجاتيب فرق تاني انه الستريبتوكوكاس بقدروا يعملوا هيموليسيز للدم ذكروا لما حكينا عن الانزايم والباثوجينيسيز قلنا هاي حاملة لكم شت فيرلنس فاكتور واحدة منها الهيموليزيينز هلا في عندنا اكتر من نوع في عندنا الفا بيتا وقاما هيموليتيك قاما هيموليتيك بيسترش فيه هيموليسيز الفا هيموليتيك بيكون فيه لايسيز بيكون تحت الكولوني لون اخضر بيتا هيموليتيك هاي ده تعمل كومبليت هيموليسيز بيروح لون الدم بتعمل رابتشر للاربيسيز تحت هاي الكولوني هلا لما بدي ادرسهم هادول بدنا نعرف الفا هيموليتيك ولا بيتا هيموليتيك مشان نعرف عن اي جروب نحنا منحكي ستريبتو كوكال سكن انفكشنز اللي اكتر رح احكي عن البيتا هيموليتيك هادول اكتر الباثوجينز ومن اسمهم لمجموعات من آلتي حسب وحدة استرالية صنفتهم حسب بالكاربوهايدريت الشوغرز اللي على السيرفس تبعتهم لمجموعات من آلتي هادول منقول عنهم بسيرولوجكال بروblem بسيرولوجكال جروبس سو البيتا هيموليتيك في عندهم جروبس فرح ندرس انفكشنز اسمهم اه 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 الگروب اي جاس وفي جروب بي الجابس لما بشوف جاس معناته انا بحكي بيتا هيموليتيك ستريبتو كوكس من جروب اي لما بحكي جابس بيتا هيموليتيك ستريبتو كوكس من جروب بي سو رح نحكي عن هدول ورح نحكي عن هدول ورح نحكي مين البيتا هيموليتيك ورح نحكي بعدين الالفا هيموليتيك شو بيعملو البيتا رح نحكي عن الجاس ويجابس احفظناك كيف تكتبو كيف تعملوهم اوكي اذا الستريبتو كوكس هم كمشة انزيمز بما فيها الهيموليزينز اللي بتعمل رابتشر للبلوت سلز وبناء على هادا الربتشر منقسمها جاما الفا وبيتا هيموليسز او الفا بيتا جاما هيموليسز البيتا منقسمها لسيرولوجيكال جروبس من حسب الكربوهايدريت انتجن اللي موجود عليها اول مجموعة جاس جروب اي هي الستريبتو كوكس بايوجينس ورح اوقف بعدها هون ستريبتو كوكس بايوجينس بتيجي على الحل شو حاملة لها دول فيرلنس فاكتور ترسناهم من قبل ستريبتو لايزين بتعمل رايسز للربيسيز ام بروتين طبقة اكسترن للسل وال زي الكابسول بتشبهها تعمل ادهيرنس وبتهرب من الفاكوسايت مهم كتير هادا هي الرونيديز تعمل 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 لالبلوت ومن هون جيبنا الدوة تبع الجلطات محلل الدم محلل التجلطات اصدد اوكي سو هاي كلها عندها هادول الفاكتور شو بلا تعمل الستريبتو كوكس بايوجينس نفس الاشي حاملة لهادول وممكن تكون حاملة كمان ل توكسن يعملولها لوكال تيشو ديستركشن وسبسز اللي هي الريسي بيلاس هاي اوزن سو بتعمل ليجينز زي هيك اسبيوجينس انفكت ديرمال لير أوف ديسكن وبتعمل لوكال تيشو ديستركشن وسبسز سبسز يعني بتنتشر بتعملي التهابات في الأنسجة بتعملي أعراض شاملة للجسم ممكن تكون آكلة لحوم بشر فلش ايتن بكتيريا أو فلش ايتن ديزيز أو اللي هي السريبتو كوكس بايوجينس اللي عندها فاكتور الأكزو توكسن A نيكرو تايزين فاسايتس تعملي موت ل الفيشة اللي هو الغشة اللي بيغلف العضلات اوكي اذا احنا منقيم الجلد في تحت الفيشة وبعدين العضلات وبعدين البونز اوكي بتوصل أكتر من 40% طبعا هدول الناس احكمال موتهم كبير بالذات لأنه هدول البكتيريا كمان بخومين للأنتيبايتك فمش رح نقدر نعالجهم ليش نيكرو تايزين فاتايتس لأنه عندها اكزو توكسن A وبيعمل سوبر انتيجن رح يعمل لي سيستيميك شوك اوكي نفس الفكرة تبعت التي أس أس في الاستافيلو كوكس عندها ستريبتو كوكس ستريبتو كوكس توكسيك شوك سيندروم اللي هو نفس فكرة تستفلو كوكس تي أس أس توكسيك شوك سيندروم من الاستاف او من الاستريب وكمان هذا بيكون عنده توكسن سوبر انتيجن برضو بيعمل لي كل السيمتوم سو هاي الجروب A ستريبتو كوكس اللي رح تعمل لي الفلش ايتن هدول صعبين كتير 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 الانفكشن روح اوقف لهون بكفي اوكي توخلصنا 23 سلايد المرة الجاي منكمل البال واضح اه هدى عدوا سؤال دكتورة مع كل ستريبتو كوكس هذا منتشر لانه صراحة امراض فعبي والمرة ساميت فيه اه فيه للأسف يب هلا التامبونس اصلا في المجتمع انها مش كتير بيستعملوا البنات فمش رح تشوفنا ما عمريش سمعت هنا بس بره كتير بستعملوا الفلش ايتن ما عمريش بعرفش إذا سمعت هنا ولا لا بس فيه كتير هلا في الأخبار هاديك اليوم كانت مش عارف مش عارفه وين تركت الارتكل تركته في محل فيه نوع جديد كمان بيعمل فلش ايتن ام ابسر وين حطيته هذا اشي جديد كانوا بيحكوا عنها وبيحكوا عن سلالة جديدة مش عارف وين حطيتهم اوكي ام ايش كنت بدي احكي بدنا نعمل الحضور والغياب يا اوكي فيه كمان اسئلة